استعرض الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي للسادس حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عام 2023 قدمه رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبرى وصلت التقرير الضوء على جهود المجلس وأنشطته وأبرز القضايا التي عمل عليها خلال عام 2023 بالإضافة إلى الأداء الصحفي والإعلامي وأيضا متبعة التزام وسائل الأعلام بالمعايير والقواعد والأصول والأعراف المهنية ومدى تمتع وسائل الأعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأي والتعبير كما تطرق أيضا التقرير إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تدعيم العلاقات الدولية وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات مع صفراء ومسؤولي الدول والمؤسسات الأجنبية وتضمن التقرير أيضا دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وضبط المشهد الإعلامي الرياضي ترجمة نانسي قنقر